اشتركوا في القناة التي تؤخر الزواج لابد من الإنسان أن يعلم وأن يعرف أن الزواج هو قسمة ونصيب من رب العالمين ولا يحق لأي إنسان أن يمنعك من الزواج بحجز كذا وكذا وكذا الزواج أصلا هو رزق من الله لابد لكل إنسانة أو إنسانة أن يتجوج بإذن الله وأن يتوكع الله عز وجل وأن يطلب الله عز وجل أن يرزقه الزواج الصالح فتاة تولد الزواج وأمها توافق بإذن الله الزوج لكن المشكل في الأب الأب لا يوافق بحجة إكمال دراستها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير لا عيب أن الفتاة تتزوج وتكمل القرية ديالها تزوج وتكمل الدراسة ديالها هذا ليس عيب هذا حق لأي فتاة أن تزوج وتكمل الحمد لله قريةها ولا عيب أن الولدين يعاونوا وليدتهم اللهم أنها تزوج وأن الولد يبشي تزوج ولا يبشي والزنا ويفشي والفساد وهي شي كيف ما كنلاحظه في جميع أماكن وفي بزاف ديالها بلايس أن أغلب الشباب ليهم كيف ما كيقولوا لي إن سووا البعشات يقول لك حنا بشي نخطبنا اللولة والتانية والتالتة والرابعة وولديهم ما كيبغيوش أو هما ما كيبغيوش بحجة أنني فقير الفقر ليس عيب إذا كانت الفتاة وبنته أصل ستبني مع هذا الدر الفقير اللي تزوج به الحياة ديالها من زيره كيف ما كنعرفو بزير ديال الناس بدأوا حياتهم من صفر الحمد لله لأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق لكن مشكلة بعض الفتيات كيبغوا تدري بالطنوبيل بالدار دياله بالخدمة دياله بكل شيء إذن الزواج هنايا خاص يكون على سنة الله وعلى سنة نبي صلى الله عليه وسلم لابد دم من البنت أنه تعرف أن ذاك الوض اللي وعد زوج بي رماشي لا يبعس عليه لا ربي يرزقوه ومن ربيك يرزقك كن أكيد في أي لحظة إن فوض دخل عليه شيء حاجة دياله حرام بشي لكل شيء فقلنا تلتا ديال المسائل اللي كعطلوا الزواج لبنسبة للبنت ولبنسبة للدري نقولهم بإذن الله أول شيء أول شيء أول السحر السحر كي يعطل الزواج أو التقاف تاني شيء بالنسبة للبنت كتكون كتديل الماكياج بزاف وكتقابل المرايا وكتقابل كده كتقابل هذي كتقابل هذي فكتصب مص عاشق هاد المص العاشق تهو كأخر نزواج يعني كيجعل الخاطب اللي كيجي كيكحلو ليه في عيناي يعني هذا كل ما يصلحش ليك وهذا كل ما يسواش وهذاك فيه وفيه وفيه يكي مقا يخربق ليه ويكحلو ذاك الخاطب اللي كيجي وذاك العريس اللي كيجي عنده تالت حاجة وهو العين والحسد العين والحسد أن البنت الحمد لله كتلبس وكتفتن شباب بره كل شيء يشوفه بوحد نظرة إعجاب هناك تصب لعين كان العين المتراكمة فهذا العين المتراكمة كتعكس لها كل شيء فلابد للبنت أو للولد اتقربوا من الله سبحانه وتعالى ولجاك أختي شي واحد للزواج ولجاك للخطوبة استخر الله عزوج لدي لي صلاة الاستخار بإذن الله سبحانه وتعالى ولأنت بغيتي شي بنت استخر الله عزوج إلا واطمع القلب ديالك وفرح القلب ديالك توكر الله ولا رزق كل بنت زوج صالح ولا رزق كل ولد الغلاج تيكون بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتيكون بالوصول إلى الله عزوج بالصلاة والدين والقيام والصيام والأفرج عليكم كاملين السلام عليكم